اشتركوا في القناة في مصر من مليون مسيحي في مصر مليون ومية وستين ألف أصبحوا مسلمين أو تأسلموا أو تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن طبعاً لذلك هي المرة واحدة عن ايتيوب ما تشهرهاش وإحنا تيهين وإحنا مش عارفين حتى مش عارفين حتى الرد عليها طبعاً ده هيخذ وقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الأعزاء حياكم الله جميعاً وبركات الله فيكم فضلاً وليس أمراً الاشتراك في القناة وأعمل لايك للفيديو تفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد جزاكم الله خيراً هنتكلم النهاردة عن قصة المسيح السابق بول ويليامز اللي ربنا شرح صدره للإسلام بول ويليامز كان مؤمن بالمسحية بس في يوم من الأيام لقى نفسه بيشكك وبيفكر تاني في الكل اللي كان مؤمن به ومن أكتر الحاجات اللي لفتت نظره وخليته يشك هو إنه مقتنع إن المسيح نفسه ما كانش بيبشر بالمسيحية وما قالش إنه إله لكن كان بيبشر برسالة الإسلام هيدور حوار مع بول ويليامز علشان نعرف الأسباب اللي خليته يترك المسيحية ويعتنق الإسلام ونشوف إزاي إن البحث عن الحقيقة ممكن يغير حياتنا بطرق ما كناش نتخيلها أبدا لنبدأ بالتعريف عنك أخبرنا بإيجاز عن حياتك أمس أتحدث بإيجاز شديد ولدت في إيسكس إنها مقاطعة في شرق لندن وعشت فيها حتى عدة سنوات مضت أنتج حاليا محتوى حول التدوين اللاهوتي حيث يهتم بالديانات الإبراهيمية والتي هي اليهودية والإسلام والمسيحية وذلك من منظور أكاديمي علمي نشأت في عائلة مسيحية غير ملتزمة ودرست علم اللاهوتي المسيحي في الجامعة ودرست الفلسفة أيضا في الجامعة كمسيحي لكن في النهاية اعتنقت الإسلام والحمد لله وها أنا ذا اليوم ما هي طبيعة إيمانك ومعتقداتك قبل اعتناق الإسلام وبماذا كنت تؤمن في بداية العشرينيات من عمري أصبحت مسيحيا مولدا من جديد لم أكن مجرد مسيحي بالإسم بعدما أصبحت ناضجا على الإطلاق أخذت ديني على محمل الجد وخذت تجربة روحية مثيرة للاهتمام في أحد الأيام دفعتني للبحث عن طريق روحني واخترت المسيحية لأنها ديانة عائلتي كانت مسيحية بالإسم فأصبحت مسيحيا وترددت إلى الكنيسة الإنجيلية ارتدت الكنيسة طوال الوقت وأمنت أن السيد المسيح هو الرب كما أمنت بالثالوث المقدس والتجسد وقرأت الكتاب المقدس بعناية شديدة واستمر هذا الأمر لعدة سنوات هل صحيح أنك كنت ملحدا قبل أن تكون مسيحيا؟ هذا صحيح حيث كنت ملحدا في أواخر مراهقتي وذلك قبل أن أصبح مسيحيا وفي بداية العشرينيات من عمري أتذكر صباح يوم أحد كنت عائدا بالدراجة من حفلة طوال الليل في لندن حيث كنت أقطن وحينها رأيت كنيسة جميلة في أسلينغتون ولم تكن بعيدة فقررت الدخول إليها بدافع الفضول وحسب نظرت ثم جلست في الخلف وفجأة شعرت بهذه القوة الجبارة قوة حب كبيرة موجهة نحوي لكنني لم أرد ذلك ليس حقا كنت لا شكرا وعلمت أنني إن بقيت لفترة أكبر فسانهار فقد كان شعورا قويا للغاية لذا غادرت فورا لم أميزه شعورا آتيا من قوة المسيح أو ما شابه بل كان شيئا صادما في حسب وعدت في الأسبوع التالي على أمل تكرار نفس التجربة لكن لم يحدث شيء فأدركت أنها كانت تجربة روحانية وأنها وضعتني في رحلة إلى الإيمان والحياة الروحانية وبسبب نشأتي كمسيحي بالاسم قررت الذهاب إلى الكنيسة بالطبع لم أكن أعلم أي شيء عن الإسلام وهكذا أصبحت مسيحيا في النهاية لاحظت بعض المشاكل عندما بدأت في قراءة الكتاب المقدس لكن كان ذلك الدين الوحيد المنتشر في المدينة وفي النهاية اكتشفت الإسلام أو بالأحرى هداني الله إليه قدم الإسلام حلولا لبعض المشاكل التي واجهتني كمسيحي وهكذا غيرت ديني ما الصعوبات أو الإشكاليات التي واجهتها مع المسيحية والكتاب المقدس والتي دفعتك نحو اعتناق الإسلام سأحاول الآن أن أتحدث فيما تقوله الدراسات العلمية وما اكتشفه المورخون أعتقد أن السيد المسيح لم يدعو إلى المسيحية فهو لم يأتي ليؤسس كنيسة ولم يذكر أي من الأناجيل باستثناء واحد شيئا عن تحدث السيد المسيح عن الكنيسة إطلاقا الأناجيل الأولى لا تتحدث عن ذكر السيد المسيح للكنيسة على الإطلاق فهو لم يبشر بالمسيحية وإنما دعا إلى عبادة الله وإلى وحدانية الرب وكان ضد النفاق ودعا إلى حسن النية والإخلاص وحب الله وحب الجار وما إلى ذلك حيث كانت أشبه بحركة تجديد حركة تجديد روحاني في اليهودية لذا يمكن تسمية دين المسيح باليهودية أو دين بني إسرائيل لم يبشر بالتجسد ولم يبشر بالثالوث المقدس ولا بتضحيته بنفسه للتكفير عن خطايا البشر وذلك وفقا للغالبية العظمى من المؤرخين مشكلة المسيحية هي في فكرة أن الله تجسد بشكل بشر في السيد المسيح هذه فكرة أتت لاحقا ولم تكن موجودة في تعاليم المسيح إنها موجودة في إنجيل يوحنى فقط والذي هو آخر إنجيل قد كتب في الأناجيل السابقة لمتا ومرقص ولوقة لم يتضمن أي منها شيئا عن التجسد وذكر التجسد في آخر إنجيل وهو إنجيل يوحنى ذكر في إنجيل واحد فقط أن السيد المسيح تجول قائلا إنه نور العالم أو إنه جاء قبل إبراهيم عليه السلام أو إنه قيامة الحياة أو إنه نور العالم كل هذه العبارات التي تتضمن التعظيم الشخصي للسيد المسيح موجودة في إنجيل واحد فقط إن نظرنا إلى الأناجيل الأولى فسنجد أن السيد المسيح لم يتحدث بهذه الطريقة أبدا تحدث عن الله والتوبة الله مختلف عن السيد المسيح فهو ليس الرسالة إنما الله إنه الرسول بالتأكيد لكنه ليس الله أصبح الأمر أكثر صعوبة وتعقيدا في إنجيل يوحنى يظهر السيد المسيح كشخصية إلهية إلى حد ما حيث يبدأ إنجيل يوحنى بالعبارات التالية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله كان الكلمة الله الكلمة صار جسدا وحل بيننا إلى آخره كل هذه الأفكار جاءت في فترة متأخرة للغاية وإن كان السيد المسيح تجول بالفعل قائلا هذه الأشياء المدهشة كما دعى يوحنى فلماذا لا يوجد شخص آخر أخبر بذلك؟ لدينا إنجيل سابق إنجيل لوقة على سبيل المثال في إنجيل لوقة بأكمله لم يتحدث السيد المسيح أبدا بهذه الطريقة لم يتحدث عن نفسه كثيرا بل تحدث عن الله ولم يسمي نفسه إلها إنه مجرد نبي ولم يقل أبدا إنه الطريق والحق والحياة السيء هو أن المسيحيين يستخدمون إنجيل يوحنى أكثر من أي إنجيل آخر للتبشير به على سبيل المثال المبشر الأمريكي الذي رأيته في لندن منذ عدة سنوات أخبرني بأن السيد المسيح يقول إنه نور العالم ويقول علماؤه غالبا لم يقل ذلك فهذا ليس تاريخيا وهذه هي الفضيحة لا يعرف المسيحيون عموما آراء علمائهم حول هذا الموضوع وهذا مقلق فكيف يمكن أن نثق بهم الآن إن كانت الأناجيل تحتوي على قصص مختلقة وهذا يزعزع الإيمان وإن لم يبشر السيد المسيح بالثالوث المقدس وإن لم يؤمن بأنه تجسيد لابن الرب فسأجد هذا تهديدا لإيماني كمسيحي لكن هذه ليست المشكلة وإنما كانت حقيقة السيد المسيح التاريخية المبكرة أو موثقية الإنجيل وهذا ليس مبنيا على مجرد التشكيك إنما يعتمد على وجود الدليل وفي كثير من الأحيان لا يكون هناك دليل على موثقيتها عندما اكتشفت هذه التناقضات في المسيحية ماذا كان تفكيرك حول الإسلام؟ هل كانت لديك أي أفكار مسبقة عن الإسلام؟ الكثير منها كمسيحي أصبحت أشعر برهاب الإسلام ازدادت المخاوث من المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما إلى ذلك ومع ذلك قررت أنني سأكتشف بنفسي حقيقة الإسلام من خلال التحدث فعليا مع المسلمين لكنني لم أعرف أي شخص مسلم لذا دخلت إلى مسجد لاندن المركزي وتحدثت إلى مسلمين قرأت القرآن بالنسخة الإنجليزية واكتشفت الإسلام الحقيقي وفاجأني ذلك لأنه أتاح طريقة حقيقية لإدراك مفهوم الله أكثر مما فهمته كمسيحي لم أكن أدرك وجود خيار آخر لم أكن أدرك أن الإسلام أيضا كان يحترم السيد المسيح وأمه سورة كاملة من القرآن سميت باسم مريم أو ماري في اللغة الإنجليزية لذا هكذا كانت بدايتي في الإسلام ما هي الأجوبة التي وجدتها في الإسلام ولم تجدها في المسيحية؟ وجدت إجابات على بعض الأسئلة العميقة حيث ما زالت تحير اللاهوتيين المسيحيين والأساقف من أعلى المستويات على سبيل المثال معضلة المعاناة والشر في العالم لدى المسيحيون فكرة أن الرب محب جدا ثم تدور في أذهانهم أفكار مثل لماذا يموت أشخاص بالسرطان؟ ماذا عن الزلازل؟ سمعت بالفعل رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويبلي يتحدث عن ذلك ولم تكن لديه إجابات أجد ذلك محبطا لأنه لو لا أمانع لو أخذ ذلك من القرآن هناك إجابات في الإسلام على هذه الأسئلة إجابات حقيقية تتعلق بطبيعة حياتنا على الأرض وصفات الله وإجابات عن كون الدنيا اختبار وابتلاء كما يوضح الآخرة والأجر لكن المسيحيين لا يستخدمون أي منها لن أمانع إن استعاروا تلك الإجابات من القرآن كما يقدم القرآن أيضا إجابات للمشاكل المتعلقة بحقيقة السيد المسيح من هو السيد المسيح بحسب علماء الغرب؟ أعتقد أنه نبي حسنا هذا ما ورد في القرآن ماذا أيضا؟ أعتقد أنه المسيح علمنا القرآن ذلك أيضا ولم يكن يعتقد أنه الله علمنا القرآن ذلك لم يدعو للإيمان بالثالوث المقدس ولا بالتجسد لم يؤسس الكنيسة وذلك وفقا للمؤرخين والمسلمون لا يؤمنون أنه أسس الكنيسة الكاثوليكية لذا هناك تقارب مذهل بين أحدث الدراسات الغربية وما يقوله القرآن عن السيد المسيح وأعتقد أن هذه معجزة القرآن التي لا يتم الحديث عنها كثيرا هل هناك براهين أخرى لديك تبطي الأساسيات الإيمان المسيحي؟ دعنا نناقش فكرة تضحية المسيح بنفسه أولا وسأقدم نسخة عن كفية فهم المسيحيين لهذا سيقول لك العديد من المسيحيين إن السيد المسيح هو الرب ومات من أجل خطايانا وسأجد هذا مثيرا للاهتمام هل يعني ذلك أن الله مات للتكفير عن ذنوبي؟ لدي مشكلة وفقا للكتاب المقدس فإن الرب خالد ومع ذلك يؤمنون أن السيد المسيح مات تكفيرا عن ذنوبنا سيترددون ويخبرونك بأن الرب لم يمت لكن الهيئة البشرية له قد ماتت السيد المسيح البشري مات تكفيرا عن خطايانا؟ كم هذا مثيرا للاهتمام؟ أي أنكم تؤمنون بتضحية بشرية وهذه هي الطريقة للتصالح مع مفهوم الرب إنها الكفارة سيخبرونك بأنها ليست تضحية بشرية ما هي حقيقة الأمر إذن؟ لأن السيد المسيح كان إنسانا وكان تضحية من أجل خطايانا هذا ما يدعونا لم يتجول السيد المسيح مبشرا بتضحية البشرية بل بشر بالرب الرحيم والمحب لذا فهي أحد المشاكل أما المشكلة الأخرى فهي الثالوث المقدس هناك مشكلتان الأولى أن السيد المسيح لم يعلم ذلك أبدا ولم يؤمن به تلاميذه ثانيا يقولون إن الرب هو واحد لكن الأب هو رب والابن هو رب والروح القدس رب إنهم ثلاثة إذن لكنهم يعدون واحدا مهلا ماذا؟ كيف يمكن أن يكون الأب إلها كاملا والابن إلها كاملا والروح القدس إلها كاملا هذا يعني وجود ثلاثة آلهة تطورت فكرة الثالوث المقدس ببطء على مدى عدة قرون في البداية كانت فكرة وجود الرب الأب ثم أتت مشكلة أخرى من يكون السيد المسيح بالنسبة إلى الرب وفي القرن الثاني على وجه الخصوص ظهرت فكرة وجود صلة وصل بين المسيح والرب بطريقة أو بأخرى أن الرب هو الله ولكن بطريقة ما كان السيد المسيح إلها بشكل ما ولكن الشيء الأهم حدث في القرن الثالث في مجمع نيقيا في تركيا فقط في مجمع نيقيا قرر الأساقف رسميا في عهد الإمبراطور قسطنطين على تساوي كل من الأب والابن وامتلاكهما نفس الجوهر أو في اليونانية ما يسمى بمثلية الجوهر الجزء الأول من الكلمة يعني مثل والجزء الثاني يعني الجوهر لذا كان لكل من الأب والابن نفس الجوهر أي أن المسيح كان الرب كثيرا ما قال الناس أن ما قاله مجمع نيقيا كان بشأن الثالوث المقدس ولكنه لم يكن كذلك لم يذكر مجمع نيقيا الثالوث المقدس جاء ذلك لاحقا في مجمع خلق دونية والقسطنطينية تحدثوا في نيقيا عن العلاقة بين الأب والابن والآية الوحيدة في الكتاب المقدس التي تحدثت عن الثالوث المقدس مزيفة إنها في إنجيل يوحنى القسم الأول في الآيات من خمسة إلى سبعة إن بحثنا في الكتب المقدسة الحديثة سنجد أن معظمها قد حذفت تلك الآية حيث تقول فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس ولكن هذه الآية مختلقة والجميع باستثناء الأصليين متفقون على رأي أنها أضيفت إلى الكتاب المقدس إن أزلنا آية الثالوث تلك فلن يكون هناك ما يتحدث عن الثالوث في الكتاب المقدس هل يوجد لديك مستندات تاريخية تؤكد شخصيات متة مرقص لوقة ويحنى ككتب للأناجيل الأناجيل الأربعة مجهولة المصدر كما قلت بشكل صحيح هناك إنجيل متة على سبيل المثال الكتاب الأول في العهد الجديد لم يتم الحديث أبدا عن الكاتب المسيحيون الذين أتحدث إليهم لا يتفقون معي في ذلك لذا أخبرهم بأنني سأنتظر وأطلب منهم إعطاء مقطعا في أي من الأناجيل يذكر فيه اسم الشخص الذي كتبها يردون علي ويؤكدون وجود مقطع وأن ذلك قد ورد في إنجيل يحنى فأخبرهم بأنني سأنتظر وأعطيهم الكتاب المقدس وأطلب منهم أن يروني المقطع الذي يوضح ذلك وأعلم دائما لأنها كلعبة شترانج أنهم سيعودون ويغيرون الموضوع متهربين منه يغيرون الموضوع لأنه لم يذكر في إنجيل يحنى اسم الشخص الذي كتب ذلك الإنجيل لكنهم يؤمنون بذلك لأن هذا ما قيل لهم لماذا يستمر الكثيرون في اتباع المسيحية رغم وجود كتب مقدسة ومعتقدات لا أساس لها بكل بساطة لأنه ليس لديهم أي فكرة أن هذه مشكلة العديد من المسيحيين أناس متعلمون قد تكون لديهم شهادات في الكيمياء أو المحاسبة أو الدراسات الإعلامية وغيرها ليس أغبياء لكن المشكلة تكمن في الطريقة التي تعلمهم بها الكنيسة دينهم فلا يتم تعليمهم فهما متقدما لكتبهم المقدسة يتم تدريب الكهنة والقساوسة والخدام الذين يعلمونهم أو يعظونهم في الجامعات وهم يعرفون على سبيل المثال أن إنجيل يوحنى هو الأقل موثقية تاريخيا بين الأناجيل الأربع لذا فكيف لا يعرف الأشخاص الذين يرتدون الكنيسة بهذه الحقيقة وقدمت أسباب كثيرة حيث ناقش هذا الأمر الأكاديمي الأمريكي بارت إيرمان لا يريد بعض القساوسة خسارة عملهم فلا يخبرون المسيحيين المؤمنين بحقيقة الإنجيل وبكونه مزيف أو أنهم لا يريدون إزعاج مجتمعهم المسيحي أو ربما لا يعرفون كيفية إيصال تلك الأفكار أو ربما يريدون التهرب من الأمر فحسب ولكن مهما كان السبب فإنهم لا يقولون الحقيقة على الإطلاق أو ربما يعرفون ويعيشون بهذه الطريقة التي عشتها كمسيحي لوقت طويل أؤمن لكن لدي شكوك كثيرة وأستمر على هذا الحال لأنه ما الذي يمكنني فعله أثناء قراءتك للكتاب المقدس هل صدفت أي إشارة إلى تنبؤ إيسى عليه السلام بظهور آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أجل في كثير من الأحيان في الأناجيل السابقة وليس في إنجيل يوحنى الأقل إجماعا تاريخيا في الأناجيل السابقة تجد السيد المسيح يتحدث عن ابن الإنسان الذي سيأتي لاحقا لا يتحدث عن نفسه بل بصيغة الغائب عن شخص آخر كثيرا ما يقول المسيحيون إن السيد المسيح يتحدث عن نفسه لكن الأمر غريب بعض الشيء يتحدث السيد المسيح عن نفسه ثم يتحول إلى ضمير الغائب ويتحدث عن ابن إنسان سيأتي لاحقا أشخاص مثل بارت إيرمن وآخرون علماء العهد الجديد الأمريكيون قالوا إن السيد المسيح يتحدث عن شخص آخر سيأتي كلمة محمد لم تذكر في لغة كتاب العهد الجديد بالطبع وعلى الرغم من كون هذه الأناجيل حرفت وغيرت إلا أنه لا يزال بإمكاننا رؤية تلميحات قوية بأن السيد المسيح كان يتحدث عن شخص آخر وكان ذلك موثقا تاريخيا وحتى في إنجيل يحنى في الإصحاح الرابع عشر نرى تلميحا عن شخص آخر يتم التحدث عنه غير السيد المسيح سيأتي لاحقا لذا فالتلميحات موجودة في الأناجيل السابقة وأناجيل الوقت الحالي ما هو الشيء الرئيسي الذي أقنعك بأن الإسلام يمثل الحقيقة الكاملة ما اكتشفته وأذهلني بشكل غير متوقع هو حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه عندما نتحدث عن شخصيات تاريخية بارزة في التلفاز والأدب الغربي يتحدثون عن أفلاطون ويوليوس قيصر والإسكندر العظيم ثم ينتقلون إلى نابوليون بونابارت لكنهم لا يذكرون النبي محمد أبدا وأستغرب كثيرا من ذلك أتى من نفس البقعة التي جاء منها السيد المسيح وموسى لكنهم يتجاهلونه وإن ظن إلى سيرته وحياته الموثقة جيدا فهي ليست أسطورة فنحن نعلم أنه كان موجودا بالفعل أكثر إنسان استثنائي قط وبدأ كل شيء تعلمته عن هذا الرجل مألوفا لمقراته في الأناجيل في إنجيل لوقة أو متى على سبيل المثال أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء الحقيقية في الأناجيل لذا عندما رأيت تعاليم سيدنا محمد تعرفت على سماة المعلم الروحي الأصيل وكانت تلك هي المشكلة بالنسبة إلي في اعتناق الإسلام لأنني رأيت الصلة بين عيسى عليه السلام ومحمد فإن كان عيسى عليه السلام نبيا فكذلك هو محمد وإن كان موسى عليه السلام نبيا فبالتأكيد كان محمد كذلك لأنهما نبيان مرسلان والأمر قابل للتبادل كلاهما كان قائدا لقومه وجيشه وكانا مشرعين ومرشدين روحيين كما كان كلاهما والدين إلا أن الفرق بينهما أن موسى أرسل إلى بني إسرائيل وأن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة ما الذي لفت انتباهك بشكل خاص في شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحد الأشياء التي أذهلتني حقا من بين أشياء كثيرة هو اليوم الذي دخل فيه هو وأصحابه وأمته إلى مكة وذلك عندما استعادوا مكة أخيرا وفتحوها وطريقة تعامله مع أعدائه كثير من الناس في الغرب لديهم آراء سلبية للغاية عن الإسلام جميعهم يعتقدون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذبح أعداءه وما إلى هناك ماذا فعل سيدنا يوسف عندما كان الثاني أقوى رجل في مصر وعانى من إخوته الذين خانوه وباعوه للعبودية وتركوه ليموت كيف دعمل مع هؤلاء سامحهم وأظهر لهم رحمته وهذا هو المثال الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل صريح عندما فتح مكة وحررها من المشركين من موقع قوة مطلقة كان بإمكانه أن يدمرهم لكنه لم يفعل بل أظهر لهم رحمته هذا إنه شيء يميز شخصية النبي وأتمنى أن يعرف الغرب بذلك العالم الإسلامي يعرف ذلك لكن العالم الغربي لا يفعل ومن المؤسف حقا جهل ذلك ماذا كان هدفك في الحياة قبل الإسلام وماذا أصبح بعده هدفي في الحياة قبل الإسلام لا يزال هو نفسه الآن بطريقة ما البحث عن الحقيقة أينما وجدت لا أعتقد أن علي البحث عن الحقيقة في غير الإسلام لكنني ما زلت أبحث عن الحقيقة ضمن الإسلام قبل ذلك كنت لا أزال أبحث لكنني الآن وصلت إلى مستقري إلا أنني ما زلت أبحث في نور ذلك الإدراك والمعرفة العظيمة مع زيادة الإلحاة في العالم وابتعاد الكثيرين عن المسيحية خاصة في المملكة المتحدة وأوروبا هل تلاحظ نفس الظاهرة مع الإسلام؟ لدي زميلة أكاديمية تدعى الأستاذة ليندا وودهيد هي أستاذة في الجامعة الملكية هنا في لندن وهي أخصائية مميزة في علم المجتمع والأديان في بريطانيا وعلقت على الإحصاء السكاني الذي نشر قبل شهرين الدين في بريطانيا آخذ في التراجع وهو في تدهور مستمر منذ عدة عقود الآن ويتوقع أن يستمر التراجع لكن الدين الوحيد الذي لم يتراجع هو الإسلام كنت في مدينة بيرمينغهام قبل يومين حيث تحدثت مع هذا الشخص أسرار راشد وهو مؤلف كتاب الإسلام يجيب على الإلحاد والذي أوصي بقراءته بالمناسبة بيرمينغهام هي ثاني أكبر مدينة في بريطانيا قال لي إن حوالي 40% من سكان بيرمينغهام قد أصبحوا مسلمين وهذه نسبة مرتفعة جدا وصل أول جيل من المسلمين في الخمسينيات أو الستينيات ولم يكونوا مسلمين ملتزمين بشدة ثم أنجبوا أطفالا فأخبرته عن الأستاذة ليندا وودهيد وعن تراجع الدين ونمو الإلحاد والمادية ماذا عن الشباب المسلم في بيرمينغهام ثاني أكبر مدينة في بريطانيا هل يصومون ويصلون؟ فقال لي إنهم أكثر تدينا من أهاليهم لذا ما نشهله هنا في إنجلترا فيما يتعلق بالمسلمين هو أن الشباب متمسكون بدينهم ويؤدون الصلوات الخمس وأنهم متدينون أكثر من أهاليهم وهذا أمر مذهل وهناك شخص يعرف ألمانيا جيدا أخبرني عن الوضع هناك لأنني ظننت أن الوضع في إنجلترا رائع فقال لي إن الوضع نفسه في ألمانيا وفي العديد من الأماكن الأخرى كذلك المسلمون في أوروبا لم يتخلوا عن دينهم لأن الجيل الشاب متمسك بدينه وهذا شيء جيد للمستقبل ما النصيحة التي تود أن توجهها لمن يفكرون في اعتناق الإسلام ويجدون أنفسهم مترددين هناك شخص أعرفه كان قصة في كنيسة في إنجلترا كان قصة لبعض الوقت في الكنيسة هنا في إنجلترا قال إنه عندما اعتنق الإسلام اكتشف مستوى من الأخوة والصداقة لم يختبره أبدا عندما كان مسيحيا وهو شيء كنت قد اكتشفته أكضا قد تجد بعض الود في الكنائس المسيحية لكن عمق الأخوة بين المسلمين في مستوى مختلف كليا عندما تعتنق الإسلام ستعلم أنك لن تكون بمفردك وإنما ستصبح لديك عائلة كبيرة عالمية لكن ما الذي يقدمه الإسلام أيضا فرصة لبناء علاقة والتواصل مع خالقنا فلدينا هدف من وجودنا هنا لم نخلق لنستمتع بالحياة المادية وحسب الناس ماديون جدا في إنجلترا والولايات المتحدة وقد ألهاهم ذلك عن الشيء المهم حقا رجل أعمال غير مسلم يعمل مدربا لرواد الأعمال نشر البارحة منشورا على موقع قال فيه إن استعادة الصحة والحفاظ عليها يتطلب مقاومة أسلوب الحياة المعاصر وما يعنيه بذلك هو أن أسلوب الحياة المعاصر وخاصة في الغرب قد أسهم في زيادة معدلات البدانة والأمراض النفسية بشكل كبير وفقا لكلامه أسلوب الحياة الغربية والذي يتم تصديره اليوم لباقي أنحاء العالم يتسبب لنا بأمراض مميتة كالبدانة كنت في البحرين العام الفائت ووجدت أن البدانة هي السبب الأول للموت في ذلك البلد حيث بدأ الناس هناك باتباع أسلوب الحياة الاستهلاكية والقادم من بريطانيا والولايات المتحدة هذا غير زيادة معدلات الأمراض النفسية ما علاقة ذلك بالإسلام؟ الصوم مهم جدا وهذا على المستوى الجسدي فقط حيث يساعد على إنعاش وتجديد البدن ويساعد على تحسين الصحة واللياقة وتقوية المناعة ضد الأمراض المختلفة كما أنه يحسن الصحة النفسية والصوم جزء من السنة النبوية الشريفة فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع والمسلمون يفعلون هذا منذ قرون بالنسبة للأمراض النفسية هي نابعة بشكل أساسي من هوسنا بالدنيا فنحن مهوسون بالماديات والاستهلاك وبالتك توك والإسلام يمنحنا علاقة أعمق وأكثر إشباعا مع ما هو مهم حقا مع خالقنا كما يعلمنا الإسلام أن هذه الحياة مجرد متاع مؤقت وأن غايتنا الحقيقية تكمن فيما بعد هذه الحياة في الحياة الآخرة فالإسلام هو دين وأسلوب حياة كامل فهو يتضمن الجانب النفسي والجسدي والغذائي والروحاني والاقتصادي والسياسي لكن الكثيرين غافلون عنه ولا يتبعونه ما الطرق التي تنصح بها لمن يرغب في التعرف على الإسلام؟ وهل البحث عبر الإنترنت وجوجل يعد كافيا؟ لا أنصح باستخدام جوجل لأنه إن أعطى بعض النتائج الجيدة ستجد الكثير من النتائج السيئة كذلك وكيف ستميز النتائج الجيدة من السيئة إن كنت لا تعرف شيئا عن الموضوع؟ لذا بما أنني أحب الكتب أنصح بقراءتها ولسيما هذا الكتاب إنه من تأليف جوناثون براون ويدعى النزاع على السنة الإرث النبوي وتحديات التأويل واختياراته وهو تعريف ممتاز بموضوع الإسلام والقرآن الكريم وإثباتات صحته كما يتحدث عن السيرة والأحاديث النبوية الشريفة وعن تفسير القرآن الكريم والمدارس الفقهية الأربعة كل ذلك موجود هنا في النهاية ما الذي تود أن تقوله لمن يتابعك من المسيحيين؟ سأقول لهم إن المسيح لم يدعي أنه الله في الأناجيل وإنما دعا إلى عبادة الله ففي الأناجيل الله مختلف عن المسيح وقد قال المسيح ذلك بنفسه في الإنجيل أتى رجل إلى السيد المسيح وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية فقال المسيح حسب إنجيل مرقص لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله هذا في أول إنجيل أنكر المسيح أنه الله وإنما أشار إليه الإسلام مع السيد المسيح في هذا لذا تعالوا إلى المسيح الحقيقي ستجدونه في الإسلام ولن تجدونه فيما تدعونه بالمسيحية وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر